الحديث أكثر ينضم إلينا من بغداد الخبيرة الاقتصادي صفوان قصي سيد صفوان بداية مرحبا بك تحرك البنك المركزي العراقي لتلبية حاجات العراقيين من الدولار عبر جعل مصارف تعمل سبعة أيام في الأسبوع إلى أي مدى قد يؤثر أو يعيد سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي هذا الإجراء سيد صفوان يعني بتقديري نعم البنك المركزي يحاول تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي التقى اليوم مع أدد من المصارف لتوجيهه بعملية بيع الدار لمن يمتلك جواز سفر ويحاول السفر خارج العراق بتأشيره بحجز طيران والبيع بالسعر الرسمي 1470 على مستوى خمسة آلاف دولار هذا الموضوع يعني أن هناك دولار للمسافرين وكذلك دولار للعلاج ودولار للذين يقومون بالدراسة خارج العراق هذه الكتلة النقدية يمكن أن تساهم نوعا ما في تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي وهذا هو ما يطلق عليه بالدولار النقدي لكن المشكلة أن السوق غير النظامي التجار الجملة وتجار المفرد يبيعون بالدنار العراقي ويسددون قيم بيعاتهم بالدولار فلا يستطيعون الحصول على الدولار من نافذة بيع العملة بسبب أعمالهم التقليدية وخشيتهم الدخول إلى النظام المصرفي لكي يفصحون عن دخلهم وبالتالي يتحاسبون ضريبيا عملية الانتقال التدريجي نحو تنظيم الأسواق بالتأكيد ستساهم في السيطرة على السوق الموازي البنك المركزي يحاول الآن التحول إلى نظام الاعتمادات المستندية فعلينا تأسيش شركات محلية تقوم بعملية التنسيق بين التجار الجملة والمفرد وبين نافذة بيع العملة وعلى وزارة التجارة في هذه المرحلة أن تدخل في فحص من هم المجهزين للاقتصاد العراقي يعني عملية ترك إجازات الاستيراد بدون تحري عن من هو المجهز أدت إلى أن قسم من هذه الحوالات بعد أن تفحص من الخزانة الأمريكية ترفض بسبب الشبهة حول مصدر التجهيز أنت تعلم بأن الاقتصاد العراقي محاصر باقتصاديات معاقبة وهناك رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بتشجيد العقوبات على هذه الدول فحاليا الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلة ليست بارتباطها بالموارد المالية وإنما بحكمة إجراءات الحفاظ على المال والسلع أستاذ صفوان كبريات أسواق الجملة في بغداد ومنها الغذائية تشهد تضاعف في أسعار المواد برأيك هل ستنخفض الأسعار إذا ما عاد سعر صرف الدولار إلى وضع السابق يعني هل هناك رقابة بالفعل حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها يعني الأداة المنافسة هي أداة الرقابة لكن للا بالتأكيد الأسواق كما شدتم في التقرير الأسواق العراقية عندما ترتفع لن تعود بسهولة لأن عمليا هي أسواق احتكارية وليست منافسة عادلة نحن نتوقع من وزارة التجارة في هذه المرحلة أن تتدخل باستيراد سلع أساسية وغير أساسية بالسعر الرسمي وطرحها بالأسواق من خلال منافذها التسويقية لأن السيطرة على السلع والأسعار هي من واجبات وزارة التجارة والسيطرة على الأموال هي من واجبات البنك المركزي يبدو أن العلاقة ضعيفة بين وزارة التجارة وإجازات الاستيراد والمجهزين وتتبع حركة المواد وبين وزارة المالية من أين تدخل هذه المواد ما هي قيمة القمارق التي يفترض أن تستوفى ما هي المنافذ الحدودية التي ستأتي منها السلع فعملية السيطرة على حركة الأسعار في السوق تتطلع بعادة تأهيل العلاقة بين وزارة التجارة ووزارة المالية ونافذة بيع العملة المتمثلة بالمصارف العراقية حوكمة مثل هذه الإجراءات يمكن من خلالها أن نلاحظ أن الأسعار ترتفع وتنخفض قياسا بسعر الدولار حاليا عندما نتعامل مع التجار لا يستطيع أن يخفض السعر على اعتبار أنه اشترى السلعة بسعر عالي ولن تعود الأسواق إلى ما كانت عليه بشرعة وإنما تدريجيا أيضا دعم المنافسة ودعم عملية الاستيراد النظامي يساهم أيضا في خلق منافسة سعرية وبالتالي عدم الأضرار بالمستهلك المحلي يعني أستاذ صفوان عرضنا قبل قليل تقرير حتى في أربيل حيث تجد معارض السيارات العراقيين طبعا من جميع المدن تشهد اليوم حالة ركود أيضا أستاذ صفوان كيف يمكن تحريك السوق من جديد وبسرعة يعني بالتأكيد التجار العراقيين عليهم يتعاملوا بذهنية تخفيض أرباحهم في هذه المرحلة من أجل أن لا يتحول السوق إلى منطقة الكساد حاليا الذي يمتلك الدينار العراقي يحاول أن يقوم بالشراء شراء سلع دولارية والسيارات بالتأكيد هي مغزن جيد للحفاظ على قيمة النقود فيمكن أن تتوجه هذه المعارض للبيع ليس بالدولار وأنما بالدينار مع تقليل أرباحهم يمكن أن يكون هناك زيادة بمبيعاتهم خلال هذه المرحلة لكن عمليا عندما ترتفع أسعار السيارات مع أسعار الدولار بنفس القيمة بعيدا عن الدينار العراقي بالتأكيد المبيعات ستنخفض أيضا عملية الحفاظ على حركة الأسواق من مسؤولية وزارة المالية أن تضخ أموال تعوض النقص الحاصل في القوة الشرائية خلال هذه المرحلة من أجل أن لا تدخل الأسواق في مرحلة الركود ليست السيارات فقط وإنما نحن مقبلين على أيام عياد يفترض أن تكون هناك حوافز تشجيعية ومكافأة تطلق في هذه المرحلة لتقليل آثار ارتفاع الأسعار على المستهلكين أستاذ صفوان في سؤال أخير هل تتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الصرف أو تذبذبه على أقل تقدير لأيام أخرى أم أن السعر سيستقر قريبا أو حتى على الأقل مطلع العام الجديد يعني مستوى الامتثال لمتطلبات الخزان الأمريكي كلما عجلنا بموضوع الامتثال وكلما فعلنا دور وزارة التجارة في فحص المجهزين لأن الرفض يرتبط بمن هو الذي يجهز المجهز إذا كان محل شبهة بأنه يقوم بعملية غسيل الأموال أو عملية تحويل هذه الأموال إلى دول معاقبة ترفض هذه الحوالة فعملية الاستعلام المسبق ليس عن الأموال ومصدرها وإنما عن المجهزين وإعداد لائحة من الممكن أن تكون بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية لتسهيل معمّة عملية التحويل هناك أسواق غير مشبوهة ومدعومة من قبل الخزانة الأمريكية من الممكن التجارة العراقين خلال المرحلة القادمة أن يغيروا بوصلة الاستيارات كلما عجلنا بهذا الموضوع كلما تم عادة سعر الصرف إلى ما كان عليه من بغداد الخبير الاقتصادي صفوان قصي سيد الكريم شكرا جزيلا لك